بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان لهذه الدنيا وإنما هذه الدنيا جعلها قنطرة جسرا إنما خلق الله سبحانه وتعالى لتكون مرحلة كالجنين في بطن أمه الجنين لم يخلق لبطن أمه وإنما مرحلة في هذه المرحلة يتكامل جسديا إلى أن ينتقل إلى هذه الدنيا فإذا الجنين في بطن أمه استعملت الأم مثلا أدوية سببت تشوه في خلق هذا الجنين فهذا الجنين عندما يولد يولد مشوها يقضي حياته في هذه الدنيا بصعوبة كذلك الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا جميعا لهذه الدنيا وإنما جعلها مرحلة للآخرة الإنسان في هذه الدنيا لازم يتكامل الإيمان والعمل الصالح وهذا باختيارة إذا الجنين ببطن أمه مو باختيارة لكن الإنسان تكامله في هذه الدنيا باختياره أكو ناس الله استفاهم الأنبياء والأئمة والأوصياء عليهم جميعا الصلاة والسلام الله استفاهم وذولاك حالة استثنائية لكن بقية الناس مرهونون بعملهم كل نفس بما كسبت رهينه أنت إذا اضطيت الرهن كيف تفك هذا الرهن تدفع القرض تفك رهنك يعني إذا واحد استقرض مالا زين ذاك يريد يضمن أنه تسترجع لماله يطلب منك وثيقة فأنت رهنت له وثيقة متى تتمكن من أن تفك هذه الوثيقة إذا رجعت الفلوس الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول كل نفس بما كسبت رهينة يعني الإنسان مرهون بعمله إذا كان عمل صالح يفك رقبته من نار جهنم ويدخل في الجنة فإذن هذه مرحلة في هذه الدنيا مرحلة تكامل وكل الناس متساوون يمكن واحد ظروفة تكون أصعب إذا نجح بالامتحان تكون نتيجة أكبر والله سبحانه وتعالى أتم الحجة علينا جميعا يعني مثلا إذا شاب سقط في الرذيلة يوم القيامة ما يقدر يقول لرب العالمين أنا كنت مضطر كنت مضطر لا ممضطر أنت كنت مختارا كنت تتمكن من أن تضبط نفسك لماذا لم تضبط نفسك أكو ناس هم مثلك ضبطوا أنفسهم والله سبحانه وتعالى جعل لك أسوة يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ظروفك مو أصعب من ظروفه هو عبد مملوك لا يتمكن من فعل شيء ومالكته بيدها السلطة عبر زوجها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك لم يسقط في الرذيلة ورجح السجن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه رجح السجن على أن يرتكب الرذيلة زيان هذا أسوة لك ليش ما اتبعته إذا واحد مبلغ مرة قال مرتين قال عشر مرات قال خمسين مرة قال ما فاد ييأس يقال له لا تيأس هذا نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذا أسوة لك نوح تسعمية وخمسين سنة بلغ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما الآية الأخرى تقول ما آمن معه إلا قليل القليل آمنوا معه ثمانين نفر حصيلة تسعمية وخمسين سنة ثمانين نفر يقول أين تلتي أسحط له مبلغ عشرين مرة قلت ميت مرة قلت ألف مرة عشرة ألاف مرة ما فاض همكرر فلعل الله سبحانه وتعالى يهدي بكلامك شخصا وهكذا وأهلهم جر إذا واحد مبتلى في جسده زيان يوم يوميا ثلاث يام بعديا يجزع قد يكون هذا سبب لخروجه عن الجادة المستقيمة اللهم خليل أسوة أيوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أيوب عبد كان شكور لكن هو كان إنسان ملاك عند أموال كثيرة وعند ذرية طيبة كثيرة فالشيطان خاطب رب العالمين أنه هذا أنا ما أقدر أغوي لأنه أنت منعم علي صبور لأنه عنده فلوس وعنده أملاك وعند ذرية وعند أولاد وعند كذا وكذا إذا تسمح لي أن أنا أخذ هذه الأمور مننا وبعديا نشوف أنه يصدق في شكره أو لا فالله سبحانه وتعالى لا زال أيوب شاكرا لله سبحانه وتعالى بعديا سيطر على جسد أمرضه مرضا أسقطه ولا زال شاكرا لله سبحانه وتعالى أهل المدينة جزعوا منه طردوا من المدينة ولا زال شاكرا لله سبحانه وتعالى لما انثبت في الامتحان الله سبحانه وتعالى آتاه جميع أملاك وأمواله اللي الشيطان أزالها وأحيى أولاد الأموات كلهم وآتاهم ومثلهم معهم كما في الآية الشريفة هسأني يوميا مصاب وكم يوم مثلا مشاكل وكذا أقول وينك يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى عادل حكيم بحكمته إذا ابتلانا فإنما هي بحكمته فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع وبعض الأحيان نحن نحتاج شوية فركة إذنت ننسى الله سبحانه وتعالى زين عندما الله يفرك إذننا لازم نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسد قلوبهم يسقط في الامتحان غالب الناس فإحنا نستفيد من هذه الفرص المناسبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للنجاح في الامتحان حتى في يوم القيامة نكون من السعداء وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكن equation تسكن تسكن تقبل تسكن تسكن اشتركوا في القناة